انذر قوما ما انذر آبابهم فهم غافلون لقد حق القرن على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي محمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن 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 موتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبيم واذرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم أخرين فكذبونا فعززنا بثالثين فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا دشا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إلا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لأنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبيت إني آمانت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعوا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيود ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل أسلخ منهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكنوا في فلك يسفقون وآية لهم أننا حملنا ذرية في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخنا ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاع منا حين وإذا قيلوا اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأديهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما وزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من له يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلل مبيد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظر إلا صحة واحدة تأخذ وهم يخصنون فلا يستطيعون تنصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصون فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صحة واحدة فإذا جميعوا لدينا محضرون فاليوم لا تظنب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغلين فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك مرتكئون لهم فيها فاكرت ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز يوم أيها المجلمون ألم أعهد لكم يا بني أعلم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكن تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعبون يصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد عجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمن ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن هبيل منذر ما كان حيا ويحق القوة على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكوت وذللها لهم فمنها ركبون ومنها يأكلون ولو فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من لبون الله آلة علم المصر لا يستطيعون نصرهم منه جانا مقضرون فلا يحزنك القولون إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أما لم يرى الإنسان أن خلقناه من نقفة فإذا هو خصيم مبيد وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميد ونحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جار لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أم ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله ولا أم الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوم ولو كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقب ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدر الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ الموقوب عليهم ولا الطالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم ذلك الكتاب لا وعيب فيه وذن منهم التقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم فقود والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة من يقلون أولئك على هداهم من ربهم وأولئك وأولئك وما المفلحون صدق الله العظيم سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّةِ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَمَحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين يَعَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَقُبَةُ الْمُتَّقِينَ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَى رَسُولِينَ مُحَمَّذٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَرْبِ اجْمَعِينَ اللهم رَبَّنَا يَا رَبَّنَا تَخَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اِنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مُولَانَا اِنَّكَ اِلْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ وَهْدِنَا وَغَافِقْنَا اِلَى تَرَيْكَ مُسْتَقِيمِ بِبَرَكَةُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبِهُرْمَةِ مَنَا اُسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ Ey ola emirine kainatı yaratan Her yerde hazır ve nazi olan Yüce Allah'ım Gönlümüzü divanına açıyor Affen numarat yalvarıyoruz Allah'ım sen affedicisin Affetmeyi seversin Bizleri ve bütün olmuşlarimizi, geçmişlerimizi affeyle ya Rabbi Sen söyletmezsen söyleyemeyiz Sen istetmezsen isteyemeyiz Madem ki söyletip istetiyorsun Dua'larımızı, dileklerimizi kabul eyle Allah'ım Allah'ım şu anda burada okunmuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri Dergâh İzzetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi Okunmuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den elde edilen sevabı Evvelen bizzat, Hacı-i Kainat, İki Cihan Serveri Sevgili Peygamberimizin ruhuna hediye ediyoruz Vâsı eyle ya Rabbi Ya Rabbi yine okunmuş olduğumuz ve dinlemiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den elde edilen sevabı İlk Peygamber Adem Aleyhisselam'dan Son Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar Ve bu ikisi arasında gelip geçmiş olan bütün peygamberlerin ruhlarına Sahabe, tabiun ve İslam dinine hizmet ederek Ölenlerin de ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz Vâsı eyle ya Rabbi Ve ya Rabbi yine bilen sevkulmuş ve dinlemiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den elde edilen sevabı Başta vatanımızın korucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Tüm aziz şehirlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz Vâsı eyle, ikram eyle ya Rabbi Ve ya Rabbi yine bizlerin burada toplanmasına vesile olan Merhum Hüseyin Pehlivan Koğlu'nun ruhuna ve Huriye Alkaya Kulüm'ün ruhuna Bu Kur'an-ı Kerim ziyafetinden hissedar eyle ya Rabbi Kabirlerini pur nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi Eğer ki günahları var ise Günahlarını affeyle ya Rabbi Günahlarını hasenata, iyiliğe temdil eyle ya Rabbi Kendilerini cennetinle, cemalinle, müşerrefe eyle ya Rabbi Razı olduğun konarından eyle ya Rabbi Kendilerine kabir azabı çektirtme ya Rabbi Kendilerini cennetinle, cemalinle, müşerrefe eyle ya Rabbi Ve ya Rabbi yine bilhassa bu Kur'an-ı Kerim ziyafetinden elde edilen sevabı Şu anda burada müftun bulunan, arkasından dua edecek hiç kimsesi kalmamış bu mezarlıkta müftun bulunan Bütün ölmüşleri de bu Kur'an-ı Kerim ziyafetinden hissedar eyle ya Rabbi Cümlesinin kabirlerini pur nur, bakanlarını cennet eyle ya Rabbi Ve ya Rabbi yine bu okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den elde edilen sevabı Şu anda buraya gelmiş Bu Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlemiş olan Bu mümin ve müminatın ahirete irtihal etmiş olan Ana, baba, evladı ve el akrabayı talikatı her kimler var ise Cümlesini de Kur'an-ı Kerim ziyafetinden hissedar eyle ya Rabbi Cümlesinin kabrini pur nur, makamda cennet eyle ya Rabbi Ve ya Rabbi Bizler de ölüm hal ile hallenmeden önce Yani ölüm hal ile hallenmeden önce Sana, iman ile, Kur'an ile ruhlarımızı tıksim edebilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi Bizlere son nefesinde bütün icat et ki bunu Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulü Kelime-i teyhid La ilahe illallah Muhammeden resulullah diyerek İman üzere ruhlarımızı sana teslim edebilmeyi Hepimize de nasip eyle ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi bizleri, vatanımızı, milletimizi, devletimizi Her türlü tehlikelerden, her türlü bela ve musibetlerden, afetlerden, felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi Amin Amin, amin, amin Bi rahmetke ya arhanan rahimin Ve selamün aleyin musselin velhamdülillahi rabbil alemin Ruralarımızın kabulü için Ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin ruhları için Bilhassa bizlerin burada toplammasına vesile olan Ben rol, Hüseyin Tendival kulunun ruhu için Öğriye arkaya kulunun ruhu için Allah rızası için El Fatiha Allah kabul etsin inşallah Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim Geldiğiniz için teşekkür ederim Bir dakika çocuklar En büyüğümüze kadar Rahmetliğin ailesi de burada Özellikle bizlerle burada bulunduğu için teşekkür ediyoruz Allah razı olsun Öncelikle nereden başladı onu çok kısaca söyleyip çok da ayakta kaldık Sağolsun bundan 4 sene evvel Değerli abi Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürümüz Böyle bir fikir attı ortaya Bizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Sporu seven, spor tarihini takip eden En az bizim kadar spor tarihini kendisi de takip ediyor Ve özellikle yağlı güreşleri Çok sevdiği için Böyle bir fikir attı ortaya Ben kendisine Çok çok teşekkür ediyorum Özellikle ailesine de söylemek istiyorum Yani bu fikri attıktan sonra Biz 4 seneden beri Çok şükür bu 4.sü Anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz Bu dilde burada Kabrinin başına gelip Dualar ettik Rabbim cennetinle muamele eylesin İnşallah Yıllarca Tekirdağ'ı ve ülkemizi tepsil etti Ve şerefle tepsil ettiği için Bizler buradayız Ve anmaya da devam edeceğiz Tekrardan hepinizde cevap vermek için teşekkür ediyorum Yani günümüzü değerli şeyler Bir salamını da istedik Evet yani böyle bir organizasyonu Aslında gerçekleştiren Gençlik ve Spor Müdürlüğü Milliyetin Müdürlüğü Bizde Ahmet Bey'in söylediklerine Ben şunu ilave ederim Yani sporcu Sporcu kişiliği çok önemli Şöyle ki Hani Atatürk'ün bir sözü var Biliyorsunuz Ben sporcunun Zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyor Hüseyin Pehlivan rahmetli Tam bir ahlak tümsaliydi Çok basit bir örnek Kendisine bilerek para karşılığı Bilerek yenilmesi teklif edildiğinde Ben onu bunu bilmem diyor Kaybeden gazoz içen Yani bu kadar bir dürüstlük ve şeref abidesi büyük bir pehlivan Biliyorsunuz onun rekoru hala kırılabilmiş değil Cumhuriyet tarihinde Cumhuriyet tarihinde birçok pehlivan on defa, on iki defa baş pehlivan oldu ama Hüseyin pehlivan gibi sekiz yıl aralıksız olan hala olmadı Ben beş geldiğimden beri buraya Edirne Belediyesi'ne yazı da yazdım Görüşle söyledim Biliyorsunuz yağlı güreş Güreşlerinin merkezi Edirne'dir Sarayıcıdır Orada birçok pehlivan meykeli var Ama Hüseyin pehlivanı yok Lütfen buraya onun meykelini dikin dedim İnşallah yeni belediye başkanına söyleyeceğiz şimdi Çünkü mevcut belediye başkanı aday olmuyor Bunu bizim Tekirdağ Belediyesi'ne de söyledim yani büyükşehire siz onlara baskı yapın diye Umarım bir dahaki dönemde Ahmet İnşallah Hüseyin pehlivanın da orada heykeli olur Çünkü bir namus, şeref ve dürüstlük abidesidir, ruhu şad olsun Aile, Alkay ailesi olarak Evet Küçük Alkaya da burada Şimdi de Çek balık İsmi yeter ya bu taraftan geldi Notu aldım Programın devamı Okula geçeceğiz inşallah Okulda da Hüseyin pehlivan öğrencileri bizim Genç pehlivanlarımız Kızlarımız Bunlar da Hüseyin Alkan'ın Filmini izleyecekler Ne zaman yayınlıyorsunuz? Daha sonra Daha sonra Daha sonra Tamam daha sonra Daha sonra Evet tekrardan Özellikle küçük kalibatlar Sporucularımıza Hepsine teşekkür ediyoruz İliyetli müdürlüğü veya Kıbrıslı müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz Sağ olun var olun Hadi Hadi Altyazı M.K.